اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و تدخل في جدول الماء التي تحت الأرض أو في المياه الباطنية النبتة تمتصها التمر يصير خطر مضارها كثيرة فما ستحدث عن هذه الحلول سنتحدث عن الحلول الطبيعية العضوية ستحدث عن أربع حلول بالذات أول حل اللي أنا جربته ولقيته مفيد جدا اللي هو زراعة المريغولد الفرنسي ورد المريغولد الفرنسي زراعته في المنطقة ولكن مو مجرد زراعته زراعته ولما تذبل النبتة مجرد نقطع النبتة ونخلي الجذور في الأرض وجود هذي الجذور يفرز مادة تكافح النماتود المضر في التربة فهذه الجذور هي المهمة في الموضوع وأيضا مثل ما ذكرت زراعة الورد يعني شي جميل يزيد من نشاط النحل يعطي المنطقة مظهر جميل لا فوائد ما يظرني والمريغولد رخيص عموما يعني موسمي فما يعني بالعكس أنا قاعد أزرع أشياء إضافية تساعدني في تحسين وضع تربتي فممكن نخليها عادة إن سنويا نزرع مريغولد حوالين أشجارنا أو في المناطق المصابة بكثرة إذا ممكن ومثل ما ذكرت لما تذبل مجرد نقطعها ونخلي الجذور في الأرض مثل ما احنا تشايفين هذي هو المريغولد الفرنسي هذي هو المريغولد العادي هذي هو الفرنسي اللي مفعولة أقوى على النيماتود فهذي هو اللي نبغي نستخدمه طبعا أنا زرعت النوع العادي مجرد لمكاثرة الوارد يعني وأيضا عشان أجرب إذا لا مفعول في التربة على النيماتود أيضا فعلشان نميز الفرق بين المريغولد العادي والمريغولد الفرنسي نلاحظ اختلاف الأوراق الحل الثاني ممكن أن احنا نستخدم البايو تشار تكلمنا عن موضوع البايو تشار في فيديو ماضي كيف نخلطه في الأسمدة ونستخدمه مع الأسمدة أو ممكن بعد شحن البايو تشار ندفنه في الأرض ولكن في هذه الحالة أنا ما حبيت أن أزعج جذور النبتة بشكل كثير فأضفت بعض البايو تشار في الحفر اللي زرعت فيها المريغولد الحل الثالث اللي ممكن نستخدمه اللي هو دفن قشور الربيان دشر الربيان لما ننظف الربيان الراس والقشور وهذه ندفنها في التربة حوالين المناطق المصابة أو المناطق اللي نشكلنا فيها إصابات وهذه مع الواكد مع تكرار هذه العملية راح تقل عندي إصابة النيماتود مع الواكد الحل الرابع والأخير اللي هو زراعة الثوم الثوم أيضا وجوده في التربة ينفر النيماتود ويقللي من مشكلة النيماتود في التربة فأيضا هذه حل عضوي ممكن نستخدمه في تحسين وضع التربة ومكافحة النيماتود فهذه أربع حلول بسيطة وعضوية ممكن نستخدمها لمكافحة النيماتود وتقليل من نشاطها في التربة عندنا ومساعدة نباتاتنا فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو السريع والبسيط ولكن أتوقع أنه مفيد لكثير من الناس اللي تعاني من مشكلة النيماتود واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم في أسرع وقت ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي آية في أمان الله